ومن الخرطون تنضم إلينا مراسلة الغد سهام سعيد السهام صباح الخير يعني تفاصيل أكثر حول وصول أو مراسم وصول ودفن الصادق المهدي نعم هنا في السودان اليوم منذ الصباح هو يوم حزين جدا على الشعب السوداني الشعب السوداني بكافة قطاعاته وكافة مكوناته السياسية من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين نعت صادق المهدي أحد الفاعلين في المشهد السياسي السوداني منذ ستينيات القرن الماضي في البداية صدر بيان النعي من حزب الأمة وكيان الأنصار تم نعيه حيث توفي الإمام فجر هذا اليوم الخميس من خلال النعي تم الإعلام بأن تفاصيل الدفن وقدوم الجثمان إلى السودان ستعلن لاحقا ولكن لاحقا أيضا صدر بيان عن كيان الأمة عن كيان الأنصار حزب الأمة بأنه سيكون وصول الجثمان صباح غد الجمعة وسيوارى الثرى بقبة الإمام المهدي بأم درمان ولكن بعد ذلك أيضا يعني تجري هنا هو طبعا سيأتي الجثمان في الغد وسيوارى الثرى صباح الغد أيضا ولكن الأنباء هنا تتحدث في الخرطوم عن مشاورات تجري بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء وذوي الإمام الصادق المهدي لترتيب مراسم جنائزية رسمية باعتبار أن الصادق المهدي كان رئيس وزراء أسبق منتخب وكان قائدا للجيش في فترة من الفترات فلذلك ترتب له أو يتم التفكير الآن في ترتيب جنازة رسمية وعسكرية للإمام الصادق المهدي في ذات الوقت أعلن مجلس الوزراء حدادا لمدة ثلاثة أيام في البلاد يبدأ من اليوم الخميس وتنكيس الأعلام في كل المؤسسات الدولة داخل السودان وفي سفرات السودان في الخارج هو يوم عصيب وحزين على الشعب السوداني الصادق المهدي كان أحد الفاعلين في المشهد السياسي السوداني نعم سيهام سعيد مراسلة الغد كنت معنا من الخرطوم شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر